موسيقى الدلالات من المشاهد للحرب المستمرة بدأت تظهر حجم الضرر الاقتصادي الخطير لإسرائيل محللون يؤكدون تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية جدا أما تقديرات بنك إسرائيل أشارت لتراجع وانخفاض الناتج المحلي إلى 1% احنا شفنا أنه في كثير قطاعات تعطلت في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب إن كان في الشمال مدن وقرى كاملة هجرت من سكانها وإن كان بالجنوب وكما فيه قطاعات مصالح التي تسكرت بسبب الحرب إن كان مجال السياحة ومجال البناء في كثير قطاعات بسبب تجنيد القوى الاحتياط اليوم معطلة هذا الأمر أدى إلى انخفاض إضافة في النمو الاقتصادي تراجع بالنمو الاقتصادي له أثار كثير كبيرة بتأدي إلى زيادة الفقر وقلة الإنتاج وقلة دفع الضرائب المفروض يكون كمان قلة في ميزانيات الحكومة وتراجع كمان في أسعار العملة تأثر القطاعات المختلفة وتوقف عجلة الاقتصاد الإسرائيلي جعل التأثير مضاعفا لفترات سابقة من الأزمات التي عصفت بإسرائيل وخاصة إن قورنت التأثيرات السلبية هذه بتأثيرات جائحة كورونا فارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض وانخفاض الضرائب في ذات الوقت الذي ضرب فيه الاقتصاد الإسرائيلي يجعل إسرائيل أمام مستقبل اقتصادي خطير تفسير الأساسي والأولي والاختلاف الكبير بين الركود اللي كان في فترة الكورونا للركود الاقتصادي اللي موجود إسه هو بعامل أساسي كتير اللي في فترة الكورونا المصروف الدولي نفسه حتى لو الناس قعدت في البيت وما اشتغلت وتباطأت العجلة الاقتصادية الاختلاف الأساسي إنه فيه هون مصروف وهذا المصروف هو المصروف العسكري اللي يقدر ملياراتش كليم فإذا إحنا بدنا نقارن بين الناس في فترة الكورونا قعدوا عن شغلهن والإنتاج توقف فإحنا كمان إسا فيه كتير ناس جالسين ما بيشتغلوا والإنتاج توقف ولكن فيه مصروف وهذا المصروف هو العسكري والليه بكلف ملايين الشكالي حتى مليارات الشكالي فهذا بيؤدي إنه كمية الضرر أو نسبة الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي فيه أضعاف من مكانة في فترة الكورونا الخسائر الاقتصادية من مجمل القطاعات المختلفة ليست الخسائر الوحيدة فتكلفة تأمين حياة 200 ألف مواطن إسرائيلي من الذين تم إجلاؤهم من جنوب وشمالي البلاد يضيف حملا ثقيلا على ميزانية الحكومة نهيكة عن الأطلان من المتفجرات والذخائر التي يتم إلقاؤها يوميا على الأحياء من الفلسطينيين في قطاع غزة والتي يصعب إحصاء تكلفتها بحسب البعض فيما يؤكد خبراء بتجاوز تكلفتها لمليارات الشواقل ترجمة نانسي قنقر